في دقائق معدودة قال له يا أخوانا لو لاحظتوا في هذه الآيات التي تلوناها وفي آيات صورة الحج التي لم نتطرق لها في الخطبة إنه يا أخوانا مسألة الأضحية ومسألة الحج كلها مربوطة بدعوة إبراهيم عليه السلام كلها الحج والأضحية كلها مربوطة بدعوة إبراهيم عليه السلام لأنه الآيات القرينة من صورة الصافات لو رجعت كم آية كده لورا في المصحف قال تعالى لما ذكر نوح عليه السلام قال وإن من شيعته لإبراهيم قال العلماء من شيعته أي من الذين هم على دينه وعلى ملته وعلى طريقته إبراهيم عليه السلام كان على دين نوح عليه السلام وعلى طريقة نوح عليه السلام وعلى منهج نوح عليه السلام طيب نوح عليه السلام منهجه شنه وطريقته شنه ودينه شنه نوح عليه السلام أول رسول أرسله الله عز وجل لأهل الأرض أول رسول وهذا ثابت بحديث الشفاعة إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فياتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض وربنا أرسله لأمر يغفل عنه كثير من الناس اليوم هذا الأمر هو قوم نوح عليه السلام قوم عبدوا أربعة أو خمسة من الصالحين الحقيقيين خمسة صالحين حقيقيين ذكرهم الله تعالى في سورة نوح لما جاء إليهم نوح وقالوا عبدوا الله ما لكم من إله غيره وتكلم معهم نوح عليه السلام وقال إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا إلى آخر الآيات نوح عليه السلام لما انذكروا بهذا الأمر ونبههم على هذه المسألة المهمة ألا وهي عبادة الله تبارك وتعالى وعدم عبادة الأولياء الصالحين وهم لا ينفعون ولا يقربون العبد إلى الله عز وجل من يتكلم معهم كذا قالوا شنوه أول حاجة ربنا قالوا ومكروا مكرا كبارا مكر عظيم جدا وكبير ما مكر هين وهذا أعظم أنواع المكر إن الإنسان يجعل مع الله تعالى إلها آخر ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم انتبهوا يا أخواننا للكلمة دي وبعد شوية يشوف آلهة ديل مونو وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوقه ونسرى الخمسة ديل هم سموهم شنو سموهم آلهة لكن هل هي آلهة بالباطل ولا آلهة بالحق هي آلهة بالباطل لأن ربنا قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إذن كل معبود عبد دون الله عز وجل فهو شنو إله يسمى إله أي ما شوف المروهة دي لو أنت عبدت لو عبدت هذه المروهة تعتبر إله بالنسبة لك أنت لكن إله باطل ما إلى حق دي مسألة مهمة لأنه قالوا لا تذرن آلهتكم وذكروا الخمسة ديل والسواع يعوق ويغوث ونسرى قال ابن عباس كما نقل البخاري في تفسير هذه الآية قال هؤلاء أسماء خمس رجال مال صالحين الصالحين ديل قوم منوح سموهم شنو سموهم آلهة ديل الليلة جماعتنا ما بيعترفوا بها دي اعترفوا صراحة قالوا ديل الآلهة حققنا نSl لكن ناس لديل ما بيартرفوا يقول لك ديل صالحين وديل جواهم عند الله كبير وديل بيقربونا لي الله وديل بيجيبوا الريحة أنت أنتو اترفوا عادل قولوا ديل آلهة ديل ما قالوا قوم منوح عادل اترفوا لأن الدين ياهو نفس الدين ما في فريق ياهو نفس الدين دي цك ذكر ابن عباس إنه لما مات الخمسة رجال صالحين جذع الناس عليهم وده أمر طبيعي الناس الصالحين لما يموتوا من الطبيعي إنه الناس سحزن عليهم مشكلة ده ما فيه مشكلة لكن شوف المشكلة وين قال فلم يعبدوا حتى هلك هذا القرن لما الناس زيل انتهوا الخمسة ديال ما عبدوهم مع الله عز وجل فلما جاء الجيل الذي بعدهم جاء إليهم إبليس ده كلام ابن عباس والله ده ما كلامنا يا أخوان ده كلام ابن عباس في البخاري قال الجيل المعدين جاءوا إبليس وقال لهم صوروا تصاوير لهؤلاء الرجال الصالحين حتى يذكروكم بهم وبعبادة الله تبارك وتعالى طوال نفذوا أمر إبليس عملوا خمسة تصاوير صور خمسة صور وأنا أعتقد اعتقاد جازم إنه لو كان في كاميرات الزمن داك أكان حيعملوا صور للصالحين داك زي ما موجودة صور الليلة عندنا نفس الشغلة واحدة الآن الصور المعلقة الآن في الحافلات وفي الدكاكين صور الشيوخ المعلقة انت تسألهم خلينا نعنى خلينا أسألهم قل للصورة دي الصورة دي انت معلقة لشنا هل الموضوع دا عنده انت عندك مع الموضوع دا حاجة ولا بس مزعل بتاع الصورة ساكت أسألوا صورة ساكت أعليك صورة أبوك أو ولدك ولا ما كده أبوك مش ولدك أعليك صورته لو الموضوع موضوع بتاع صورة لكن الموضوع ما صورة بس تلقاوا خاتي صور مرات بيكونوا جامعينهم كلهم في صورة واحدة إبليس قال لهم صوروا للنازل صوروا لهم تصاوير بعد شوية الحصن شنو بعد شوية عبدوهم مع الله عنز وجل أصو شوف الشريك دا بيبشي بالتدريج وإبليس ما أبرم الناس طوالة مرة واحدة قيل عشان كده ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان بالسوق خطوة 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 حبة حبة يبدلك أول حاجة بمحبة الصالحين يقول لك ما بتحب الصالحين يقول هاي بي نحبهم يقول لك تمام ثاني يمشي بعد شوية يقول لك الصالحين ديل جاهم عند الله عظيم أنت بتقول ما جاهم عند الله عظيم يقول أيه جاهم عند الله عظيم ثاني تأمشي لي قدام شوية يقول لك الصالحين ديل بيقربون لأ الله الصالحين ديل بنتوسل بهم لأ الله وده هو الشريك ذاته خلاص وضعوا كده في الشريك وصعب ثاني صعب جدا يتراجعوا من هذا الأمر لما قالوا الكلام ده ورفضوا دعوة نوح وقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا قال له كلامك كتير وهناك قالوا نوح عليه السلام قال إني كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا رفضوا تماما دعوة نوح عليه السلام ربنا قال في سورة هود وما آمن معه إلا قليل ذكر ابن عباس رضي الله عنه أنه ما آمن معه إلا أربعين رجلا وأربعين إمرأة ديل الأرقب معه في السفينة آمنوا بيه قليل مع إنه قعد في قوم كم لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما شوف المدة دي كلها ما آمنوا بيه إلا قليل جدا بعد ذلك ربنا نجعوا من السفينة وجعل ذريته هم الباقين هنا قال لك وإن من شيعته منه يعني ماشي فيه دربه في الدرب بتاع نوح عليه السلام وإن من شيعته لإبراهيم تعال انت شوف الآيات هل يهو الدرب ذاته ولا ما يهو الحصر شنوه إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون نفس الشغلة مع إنه شوف بين نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام سنوات ما يعلم عدد إلا الله عز وجل سنوات طويلة بينات سنوات طويلة وقع نفس الشرك الوقع في زمن نوح وقع في عهد إبراهيم عليه السلام وكان خاش فيه أبوه عديل أبوه أبوه كان بيعبد الأصنام شكدة قال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ده في سورة الأنعام في سورة مريم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ليه يا أبوي أنت بتعبد الما بيسمع والما بيشوف الما بيسمع والما بيشوف وما يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهديك صراطا سوية يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا اتكلم مع أبوه كلام زي ده ده كان نغاش خاص بينه وبين أبوه في النهاية قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم نفس الكلام اللي قالوا ديك الناس نوح قومي نوح قالوا الآلهة ما من خليه ده برضو آذر ده أبوه قال الآلهة ما بخليها أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يعني ما عجبنك الآلهة بتعتدي ما عجبك لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال لها ماذا أرى خلقتك شوف يا أخوانا التوعيد يفرق كيف يفرق به معنى شنو يفرق بين الحق والباطل لأنه ده والده يا أخوانا والده عديل قال لها ماذا أرى خلقتك ليه المشكلة شنو عمل لك شنو سوى لك شنو لأن قال له أعبد الله براه وخلي جماعة بتاعينك لا يسمعوا لا يشوفوا لا يدوك جنا لا يدوك مال لا يدوك رزق ولا عندهم ليك عاجة لشان قال له كذا قال له وهجرني مليا بعد ذاك إبراهيم عليه السلام قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية ربنا نهاه قال له ما تستغفر له وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرى منه إن إبراهيم لأواه حليم شوف تتبرى من أهل الشرك شوف الوصف القرآني كيف أواه حليم لأنه تبرى من أبوه يتبرى من أبوه إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون وده سؤال ستنقاري تبتعبدوا في شنه أيف كان آلهة دون الله تريدون إفك بل كذب أنتو عندكم آلهة غير الله تبارك وتعالى معتمدين عليها بتعمل لكم شنو الآلهة دي أيف كان دون الله آلهة تريدون فما ظنكم برب العالمين بعد ذلك ربنا قال فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم لما الجماعة طلعوا كانوا عندهم عيد عيد شفته بيطلعوا بمشوا يحتفلوا بالآلهة وكذا وعندهم عيد بتاعهم بتاع مشركين لما انطلعوا ربنا قال فراغ إلى آلهتهم بدس كذا ما شخش على الآلهة طبعا الآلهة عامل لهم حتى مخصصة كذا عرفتها؟ القبة سميها قبة والله ما في مشكل سميها قبة عرفتها؟ عامل الله حتى كذا مخصصة عرفتها؟ خاتم فيها الآلهة إبراهيم عليه السلام جخشة جوا قال ما لكم لا تأكلون ما لكم لا تنطقون ما لكم لا تأكلون ألا تنطقون العلماء قالوا لأنوا ديك لما انطلعوا جابوا طعام خدتوا عند الآلهة خدتوا أكل الأكل بتاعهم قالوا لما نمشوا نجي راجعين تكون البركة حلت في الأكل ده ما يهو نفس الشغل في القبب أسألك بالله أنا خليني قد تكون إنك معاي مشكلة تخصية خليني أنا ده ما الشغل بتاع القبب ذاته ولا ما يهو أمش خش القبب تقال القبب دي فيه أشنو الناس بيخدوا جوا حاجات دايرين البركة طالب بيجيب قلمه بيجيب دفتره داير البركة من جوا هنا واحد بيجيب زوجته داير البركة من جوا واحد بيجيب أولاده داير البركة من جوا واحد بيجيب التراب من جوا ليه بيقول لك البركة في التراب دا جوا هناك نفس الشغل بتاع قومي إبراهيم نفسه يهو ذاته إبراهيم عليه السلام خش لهم جوا إلى الآلهة دي قال لهم ما بتاكلوا ملكم وده فيه استفزاز لهم شاكده شوف آلهة المشركين تذل لا بد أن تذل لا ترفع أصلا ألكم لا تاكلوا ألا تنطقون لا بتاكلوا لا بتتكلموا كافة البلا لا أكل لا كلام يا أخوانا معقولة إله لا بيأكل لا بيتكلم معقولة ينفع الناس مستحيل لما لقى شغلانا كده ربنا قال فراغ عليهم ضربا باليمين شايل الله فرار فاس كسروا انشت ودين إحنا الليلة ما بنعمله شاهم ما واحد يقول لك أيوه معنات بالآية دي ما شيني قسروا القبب لا 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 نحن ما بنكسر القبب وعلم تماما إنه أي قبب كسره ولا حرقوة ديل مانعنا لأنه ده ما ممنهجنا التكسير دبتع الحاكم لو في كسر بيكسر الحاكم أما نحن ما نكسر يعني نتكلم بين لساننا بس نقول له صحه ده غلط لكن كسر قبب حرق ضريح دمان إحنا والله ولا ده منهجنا أصلا كسروا إبراهيم عليه السلام كسروا كلهم ربنا قال فأقبلوا إليه يزفون جراجعين لما شافوا الآلهة مكسرة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين دمنوا دل الظالم الكسر الآلهة دي قالوا سمعنا فتن يذكرهم دي في صورة الأنبياء يقال له إبراهيم العلماء قالوا لأنه لما انطلعوا إبراهيم يتوعدهم يتوعدهم قال لهم الأصلاف دي أنا ما بخليه واحد منهم سمع سمع توعد إبراهيم عليه السلام لما انساءلوا قالوا العمل العملية ديمونه قال لهم سمعنا فتن يذكرهم بتوعد بتوعد يقال له إبراهيم لاحظوا كلمة فتن فتى يعني جنه صغير صغير إبراهيم عليه السلام الزمن داك صغير لسه يقال له إبراهيم وقالوا الكلام دا على سبيل الاستهزاء به بيستهزوا به يعني ود كده ود بيقولوا لإبراهيم استهزوا به قالوا فأتوا به على أعين الناس جيبوا دارين تسوشنا يا ناس جابوا قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم جماعة طبعا عملوا اجتماع وكذا قالوا داريني شوفوا الكسر الشغل دمنه جابوا إبراهيم انت كسرت الآلهة دي قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون والله ورطوا ورطة والله هذه ورطة عجيبة خلاص والله قال لهم كسروا ده الكبير ده وده ماكيضب يا أخوان لأنه قال لهم إن كانوا ينطقون لو بيتكلموا كسروا الكبير ده فرجعوا إلى أنفسهم رجعوا لنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون ظالمون ليه قالوا كيف تخلوا الآلهة بتاعتكم بدون حراسة وتمرقوا للعيد آلهة بتحتاج لحراسة قال الله العافي آلهة تحتاج لحراسة ها تلقى قافلنا بالطبلة ومقاعدين ذو جنب الباب في شنو يا ناس في شنو ما قلتوا ده من فعضر قافلنا بالطبلة ليه ما تخلوا مفاتح ساي قالوا أنتم الظالمين بعد ذلك في النهاية لما اللي قالوا الحجة انقطعت ما ما في حجة شوف المشرك ما عنده حجة أصلا دي قاعدة خطة عندك مشرك ما عنده حجة ليه وما القيامة لما انحجته انقطعت قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجعيم قالوا الدمعة الزبنة ما في حال إلا ننتهي منه مرة واحدة لأنه ما أدع حياملوا حجة حجة بالحجة نغاش كذا ما بيقدروا عليه إبراهيم عليه السلام قالوا بس نقتلوا مرة واحدة وإنت قالوا لو كتلتوا الدعوة بتقيف ما بتقيف والله وهل انت بتقدر تقتلوا ما بتقدر تقتلوا عشان كذا لما الرموا في النار ربنا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم النار جيب تعطى الله خالق الله بيديها تعليمات بتنفذ التعليمات طوالية رموا في النار جابوا المنجنيق نار ياخي مولعين لما انبلغت عنانا السماء شوف الناس السائل المجرمين كيف شاني دخلوا إبراهيم بس عليه السلام بلاو ما في ظل 不錯 لما انبلغت عنانا السماء جابوا بإبراهيم بلا монجنيق نار ما بيقدر يقربوا لها المنجنيق من بعيد رمو إبراهيم عليه السلام جوه ربنا قال قلنا القال منوه الله عز وجل وبعد قوله ما في قول تاني قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم برد كمان ما تبقي برد شديد شاما يتلج وسلاما على إبراهيم فخرج إبراهيم من داخل النار ما أكلت النار إلا الحبالة كانت مغيدين بها سبحان الله بعد ذلك مرة قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين الكلام الذكرناه في المنبر يبقى شوف الموضوع كله موضوع بتاع شنو موضوع بتاع توحيد هناك في سورة الحج الله قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أها ألا تشرك به شيعة يا أخواننا شوفوا الكلام يأخذ رمو في النار عشان الموضوع ده وعانى معانا وفارق أبوه عشان الموضوع ده بعد ذلك كله الله قال لو عك تشرك يا إبراهيم إياك تشرك سبحان الله شكرا شوف لما يحزرك من الشرك ما تعظم نفسك وما تستهون الأمر هذا وليس نحن ما مشركين نحن ناس موحيدين الحمد لله شرك دمش يشوفوا ناس وين لا يزول أنت ما أحسن من إبراهيم عليه السلام مع إنه ربنا بديه شهادة في القرآن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان دموا الشهادة بعد ذلك كله ربنا قال شنو وَإِذْ بَوَّأْنَا مَكَانَ الْبَيْتِ لِإِبْرَاهِيمَ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير إلى أن قال الله تعالى في نهاية الصفحة نهي الناس عن الشرك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا غول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى من تقوى القلوب يبقى شوف الحج والضحية كل هذا موضوع بتاع توهيد وموضوع بتاع نهي الناس عن الشرك والكلام ده أنا أوريك النصيحة والله ما بتلقاه في منابر كثيرة صحيح يوروك أحكام الأضحية ويوروك الضحية بيطبعواها كيف زي ما أننا ذكرنا لكل من الدين ما مشكلة لكن لابد يربطوا الموضوع ده بأصله هو أصله شنو ذاته ضحية دي جات من وين والحج ده ذاته موضوع شنو ده نادر ما تجد من يكلمك بهذا الأمر نادر لأنه الإشكالية موجودة ليه يوم الليلة ليه يوم الليلة موجودة الإشكالية ذاتها التي كانت موجودة في عهد إبراهيم عليه السلام وفي عهد نوح عليه السلام موجودة ليه يوم الليلة الاعتقاد في الصالحين وعبادة الصالحين والتوكل على الصالحين وغيره وغيره موجودة ليه يوم الليلة أشر الأله دائروا مننا شنو مش نحنا الدائرين الأله دائروا مننا شنو إنه نحنا عبادتنا كلها تكون لأله عز وجل الصالحين موجودين آي موجودين ونحبهم والله وفي التحيات دي قاعد نقول السلام علينا وعلى عبادة الله الله? الصالحين. في الظاهيات بنقول كن. لكن ص صالح ده ما لي ей أنا ولا ليك إنت. الله قال من عمل صالحا? فلنفسه. انت امر professional رقابتك. تبقى صالح مئتين انت. قاعد مبارية rebirthsali и chưa الصالح. وانت بتجد مئتين انت بتطبقى صالح. فلابد تبدأ انت. لأن الله قال من عمل صالحا فلنفسي. ومن أساف عليها. وما بتدخل الى الجنة لو ما بيجي الصالح. تقول تباري الصالحين بعدين يخوش ويخلوك وراء. تكون توردت ساي فلابد تكون انت من الصالحين حتى تكون من الفائزين يوم القيامة ده تعليق بسيط جدا حبينا نبينه جزاكم الله خير وبارك الله فيكم